السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في الكورس العملي الخاص بالبار الالكترونيكس. ان شاء الله في سلسلة المحاضرات دي. هنبتدي نشوح الاناليسيز او التحرير الرياضية بتاعته لحد ما نعمل تجربة عملي. الاناليسيز بيخرج موجة سكوير ويف. وانفيرتر بيخرج موجة موديفاية ساين ويف. وانفيرتر برضو بيخرج موجة بيور ساين ويف. اه طبعا الموضوع مش معقد اه لو احنا خدناه تحليل رياضية من الاول عشان نفهم الدنيا ماشي ازاي. وفي افنة كل حاجة في الانفيرتر هنقدر ان احنا نحصل على البيور ساين ويف بسهولة جدا. طيب نبتدي كده بسم الله. اول حاجة شباب الانفيرتر ديت معناها ان انا عاوز احاول من الدي سي لالاي سي. يعني عندي موجة بالشكل ده. اه قيمتها سابتة مسلا وليكن اتناشر فولك. هدخلها على دارة الانفيرتر بتاعتي. المفروض لو الانفيرتر ده بتاعي ايديل. حاجة مسالية. المفروض ان هو يخرج لي موجة بيور ساين ويف زي ما احنا شايفين كده. طيب. اه هنا بقول لك ان الوظيفة الاساسية للانفيرتر انه بيغير من الدي سي امبوت. لي اي سي اوبوت. اه بمجنيتيود وفريكوانسي معين. يعني ايه يا شباب? يعني انا بحول لاشارة دي سي ني. لاشارة اي سي. ولكن بقدر ان انا اتحكم في بتاعها اد ايه? وبقدر ان انا اتحكم في التردد بتاعها يكون اد ايه? يعني بحول من دي سي ولكن في نفس الوقت بقدر اتحكم في اه الار ام اس بتاع الموجة. وفي نفس الوقت بقدر اتحكم في الفريكوانسي بتاعها. زي ما احنا قلنا شباب ان الانفيرتر المثالي بيخرج بيور ساين ويف او ساينوسويدال ساين ويف. الانفيرتر اللي هو البراكتكال يا شباب اللي هو العملي. اه ما بيخرجش اه ساينوسويدال ساين ويف ولكن بيخرج اه موجة شبيهة بالسينوسيدالسين ويف. وعليها شوية هارمونيك. عليها شوية نويز. تمام? طيب. فيه انواع كتير جدا من الانفيرتر زي ما هنشوف دلوقتي. بتختلف على حسب الموجة اللي بتخرجها وعلى حسب التطبيق بتاعها. تعالوا كده نشوف. دلوقتي يا شباب البركتيكال انفيرتر بيخرج لنا موجة من التلاتة دول. تمام? يعني الانفيرتر بتاعنا. ممكن ان هو يخرج تلات حاجات من الحاجات دي. اول حاجة شباب ممكن يخرج تمام? يعني ممكن يحول ده وممكن يحوله ليه بالشكل ده او بالشكل ده. طيب احنا طبعا الانفيرتر بتاعنا عاوزين نوصل به ان نخلي الموجة بتاعته عبارة عن او بيور عشان توصل للموضوع ده شباب لازم تكون فاهم الانفيرتر كويس جدا عشان تقدر تبني كود وتقدر تبني فلتر معين بحيس انه هو يخلي لك الموجة اللي خارجي عندك ما تبقاش شكلي من اشكال التلاتة دي وتبقى زي الشكل اللي احنا شاهدنا المرة اللي فاتحة. هنا بيقول لك في اللول ميديم بور ابليكيشن اللي هي ما بتتطلبش بور عالية. تمام? اللي قال له قدامنا دي. بتكون مقبولة. يعني اقدر ان انا ادخلها على اللوت بتاعي وانا متطمن. يعني ايه برضو يا شباب. يعني اقدر ان انا السيجنال بداعتي دي اشاغل بها مثلا لمبة. اشاغل بها اا مسلا موتور صغير مثلا. تمام? بدون ما يحصل مشاكل. ولكن لو عندي مثلا موتور اندكشن موتور كبير. سري فيز مثلا وبيسحب اا خمسة حصان مسلا. وبيسحب امبير عالي. لان انا دخلت عليه الموجة اللي هي هيحصل مشاكل كتير جدا وكمان شوقيا هنعرف المشاكل دي بتحصل ليه. لان طبعا الموجة اللي سكوير دي بيبقى عليها هارمونيكس كتير جدا. اا او اشارات غير مكبولة انها تدخل على ملفات الاندكشن موتور لانها ممكن تحرقه او ممكن تسبب سخونة عالية جدا فيه. بقول لك يعني بيقول لك في اللي هي الكبيرة جدا زي مسلا موتور اللي انا عاوز اشغاله. لازم الموجة اللي تكون داخل عليه بتكون موجة سينوسويدل والهارمونيكس بتاعتها بتكون قليلة جدا. طبعا بيقول لك مع التقدم العلمي في صناعة سيمي كوندكتور ديفايسز اقدر ان انا اتغلب على الهارمونيكس ديت بحاجة اسمها سويتشنج تكنيكس. كمام? اه هنعرف يعني ايه سويتشنج تكنيكس. اه كمان شوية في الكورس. وطبعا هنطبقه عملي برضو ونشوف فعلا النويز او الهارمونيكس بتقل ولا لا مع السويتشنج تكنيكس. طيب يا شباب. تعالوا دلوقتي نشوف بتاعنا ده بتاعته ايه في الصناعة? اول حاجة يا شباب عندنا يعني ايه? لو انتم شايفين الجهاز الازرق ده ده انفرتر. ويستخدم عشان يتحكم في سرعة موتور آآ بطلقة كتير جدا. تمام? تعالوا حاجة يا شباب عندنا حاجة اسمها ده انفرتر برضو يا شباب بيطلع موجة معينة بيستخدم ان هو بيعمل تسخين لحاجة معينة. تمام? او بيستخدم ان هو بيطلع حرارة عالية جدا فبيبتدي ان هما يقطعوا بيها حاجة معينة. عندنا حاجة اسمها يعني ده بيسموه برضو في السوق آآ ممكن زي يعني الاتنين دول يا شباب ممكن الاتنين دول يبقوا نفس المعنى بالزبط. ده عبارة عن ايه يا شباب? انت دلوقتي مسلا عندك في البيت مشغل آآ كهربة البيت مسلا على الكهرباء بتاع الحكومة. انت عاوز اول ما الكهرباء بتاع الحكومة تفصل. يروح جاي الانفرتر مطلع لك نفس الموجة اللي جاية لك من كهربة الحكومة. فتروح جاي لايه? الكهرباء شغالة عندك تاني. يبقى انت كده عندك في البيت الكهرباء عم روحها ما تقطع ولا هتفصل عنها. بيستخدموا برضو الانفرتر يا شباب فيه السولر انرجي. ليه بقى بيتستخدمون في السولر انرجي? انت عندك الخلايا الشمسية كلها بتطلع دي سي. ولكن انت عندك في البيت كل الاحمال تقريبا شغالة اي سي. فانت عاوز حاجة تحول من الدي سي اللي طلع لك من الخلايا الشمسية تحوله بحيس ان انت تشغل برضو الاحمال اللي عندك. طيب الويند انرجي يا شباب. اه ده يا شباب بيخرج موجة اي سي. طيب. فلما هو بيخرج موجة اي سي انا احتاج الانفرتر في ايه? لا اكيد احتاج الانفرتر لان الموجة الاي سي اللي بيخرجها بيكون لها شكل معين وتردد معين. فانا من خلال الانفرتر ببتدي ان انا اتحكم شكل الموجة. وبتحكم كمان في التردد بتاعها. طيب يا شباب. هنا بيقول لي ان الدخل بتاع الانفرتر. طالما هو الداخل بتاع الانفرتر طالما هو دي سي يا شباب. ممكن اخده من البتارية او اخده من حاجة اسمها الفول سيل. تمام. او اخده من من خلايا شمسية. او اخده من اي مصدر بيطلع دي سي. طيب شباب. عندنا بتاعنا بتقسم لي حاجتين. اول حاجة وعندنا ده بيستخدم مع الاحمال اللي بتشتغل بمتين وعشرين بولت مسلا عندنا هنا في مصر. اما بيخرج لي زي اللي بتخرجها القهربة بالزبط بقدر ان انا شغل بها احمال اه بتكون شغالة زي طبعا. طيب قال لك النوعين لاتنين مع بعض يا شباب اللي هو وينقسموا لاربع انواع تحتهم. حاجة اسمها اللي هي يا شباب بقى طريقة التصنيع او طريقة التصنيع اللي ماشي بها الانفرطر بتاعي. وعندنا 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 الكمبليمنتري كوميتيت الانفرطر. تمام? الكلام ده طبعا كلام عام. انا بقوله في الاول بحيش ان تبقى عارف الدنيا راحة فين وجايا منين من الانفرطر. بعد كده هنشوف الكلام ده وهنعرف معنى ايه? طيب. اول حاجة شباب عاوزين نعرف المبدأ العام لانفرطر بتاعنا ده شغال ازاي? هفترض مسلا يا شباب طبعا كلكو عارفين دائرة الاتش بريتج اللي كنا بنعمل بها عكس حركة لليء المواتير والكلام ده. هفترض يا شباب ان عندي اربع متوصلين بالطريقة دي. وعندي هنا اللوت بتاع او الحمل بتاعي متوصل هنا في النص. وعندي هنا بطارية متوصلة بره. اول حاجة يا شباب لو انا واحد وسويتش اتنين قفلتهم ايه اللي هيحصل? لو انا قفلت سويتش واحد الطيار هيجي من بره من هنا كده يعدي على سويتش واحد وبعد كده هيعدي في اللوت دي وبعد كده لو انا قفلت سويتش اتنين فالطيار هيعدي من اليمين للشمال ويرجع تاني للسورس التاعي. تمام? طيب لو انا فتحت اس واحد وفتحت اس اتنين. خلينا الاول لو اس واحد واس اتنين ما افولينا يا شباب. ايه اللي حصل? الطيار عدى من اليمين للشمال. يعني عمل لي موجة موجبة زي ما انتو شايفين كده. عمل لي نص موجة موجبة لان الطيار دلوقتي مسلا هافترض ان هو مشه في اتجاه الموجة. طيب لو انا فتحت اس واحد واس اتنين وبعد كده قفلت اس تلاتة واس اربعة. ايه اللي هيحصل? وهتلاقي الطيار جيه يهم شباب عد من S تلاتة وبعد كدهOك Gary وبعد كده عده في اللوب بتاعي وبعد كده عده في S أربعة يبقى الطيار كده مر من الشمال اللييمين يعني عكس المرة الأولانية تمام? يبقى دلوقتي هافترض ان الجهدي بتاعي كان موجب في المرة الاولانية لما الطيار مر من اليمن للشمال المرة التانية يا شباب هافترض ان الجهدي بتاعي سالب لما الطيار مر من الشمال لللييمين تمام؟ financiه م MEL هية نفسها بالظبط نفس طريقة leuk Bridge مرة بخلي الجهدي موجب ومرة بخلي الجهدي سالم. طيب نتيجة اللي أنا عملت اقلا شباب تولد عندي موجة مربعة نصها موجب ونصها سالمف. طيب هل الموجة المربعة دي هي هي ايه يا شباب? اي موجة بيكون لها جزء موجة وبجزء سالب دي موجة تمام. حتى اللي هي لايه اللي هي المربعة. اما لو موجة زي دي كده شباب اللي هي بتاعنا اللي داخل من السبلاي. ده في اتجاه واحد فعشان كده بقول عليه دي سي سيجنة. طيب. تردد الموجة دي يا شباب. ده افترض مسلا دي تي على اتنين ودي الزمن الدوري بتاع الموجة دي اللي هي بتتكرر فيه. فقال لي هنا ان بتاعي بيساوي واحد على تي اللي هو الانفرتر طيب. الاوت يا شباب اللي خرج لي من الدايرة دي هو كان اي كان هو نفسه جهد المصدر. لما تي لما الزمن اكبر من الزيرو اقل من تي على اتنين. اللي هي في الحتة دي يا شباب. كان قيمة الموجة بتاعت كانت اي لما الزمن كان اكبر من زيرو اقل من تي على اتنين. وقيمة الموجة بتاعت في الحتة دي كانت سالب اي لما كانت تي اكبر من تي على اتنين واقل من تي. طبعا ركزوا معايا في اللي انا مشرحه ده. لان الدايرة اللي احنا بنشرحها هنا دي هي نفسها حاجة في اخر المحاضرة دي اسمها فول آآ بريج انفيرتر. هنشرحها في الاخر. وهتبقى نفس التحليلات اللي احنا بنقولها دلوقتي. طيب. تعالوا كده يا شباب. آآ جيه بقى الحج لفورير ده. قال ايه بقى يا شباب. قال دلوقتي انت عندك آآ الموجة اللي سكوير ديت بتحتوي جواها على موجات كتير جدا. تمام. آآ فعشان تفهم الموجة ديت جواها ايه? وعشان تعرف آآ انت عاوج منها ايه بالزبط. لازم تحللها لمجموعة من الموجات. طيب لما آآ فورير جيه حلل الموجة المربعة دي يا شباب. اللي قدامنا دي. وجد حاجة. اول حاجة يا شباب فورير قال ان ده فردية. فعشان كده الان دي يا شباب بزيرو. زي الحاجات دي انت درستها في الرياضة. طيب وقال لك ان الموجة دي برضو يعني الجزء الموجة بقدي الجزء السالب فهتلاقي ان الايه زيرو دي برضو بزيرو. فيبقى لك يا شباب. هيبقى لك ان ال في او بتفتي. آآ بتساوي سمشا من ان بتساوي واحد لحد ما لنهاية بين آآ بي ان آآ ساين ان امجة تين. يعني من الاخر كده الموجة اللي هي دي اقدر عبر عنها بمجموعة من الموجات الساين ويب. تمام وهو ده اللي انا عاوزه اصلا. يعني انا عاوز اصلا الانفيرتر في الاخر لطلع لي موجة ساين ويب. ولكن هنا هيقابلك مشكلة. تعالوا كده نشوف ايه المشكلة. طبعا بعد ما ايه? ما نحسب كيمة البي ان. كوريل برضو قال لك ان القانون بتاع البي ان بتاعتك ده آآ تكامل من زيرو الباي يساوي آآ في اي في ساين ان اومجة دي اومجة تي. لما خلص التكامل ده شباب هيطلع لك ان البي ان بتساوي سالب اتنين اي على ان باي في كوزاين ان باي ناقص واحد. تمام? دي البي ان. طيب لما تاخد سالب عامل مشترك من هنا ما هيطير مع السالب اللي برة يبقى دي البي ان في الاخر. طيب لو انت عاوز تحسب بقى عندك هنا كوزاين ان باي. عاوز تحسب الكوزاين ان باي دي بقيمتها كم? بحيث ان انت تقدر تكمل التحليلات بتاعتك. تمام. آآ لو احنا خدنا الان شباب باعداد فردية واحد تلاتة خمسة وهكذا. لو خدنا الان بواحد يبقى كوزاين باي هتلاقي بسالب واحد. لو خدت الان بتلاتة يبقى كوزاين تلاتة باي برضو هتلاقي بسالب واحد. يبقى اي رقم فردي يا شباب هيخللنا الكوزاين الان باي بسالب واحد. طيب الارقام اللي هي فهتلاقي في الاخرى يا شباب. طالما الكوزاين ان باي دي بسالب واحد. لو انت جيت عوضت هنا في القانون ده شلت دي وحطيت السلب واحد او شلت دي وحطيت السلب واحد هتلاقي هنا بقت هنا واحد سلب سلب واحد تبقى اتنين اتنين في اتنين باربعة هتلاقي ان البي ان بتاعتك باربعة اي على ان بول طيب لو احنا خلنا الان بعدات زوجها يا شباب هتلاقي الكوزين ان باي بتاعتك بقت بواحد ليه? خلينا هنا كده لو دي باتنين يبقى كوزين اتنين باي لا كوزين تلتم وستين هتلاقي بواحد تبقى تلاقي البي ان بتاعتك يا شباب واحد ناقص واحد بيساوي صفرة فهتلاقي البي ان بتاعتك بكام? هتلاقي البي ان بصفر. طيب. تعالوا نعاوض بقى عن قيمة البي ان. عندنا الفي اوبب بتاعنا ده. بيساوي سميشن بي ان سين اومجا تي. تعالوا نعاوض عن قيمة البي ان هنا في القانون ده. هتلاقي هنا يا شباب لما نشيل البي ان ونحط قيمتها هتلاقيها اربعة اي على ان باي سين ان اومجا تي. بس طبعا لازم تكتب الحيطين دور. لازم تكتب ان الان بتاعتك فردية. تمام? طيب لما تفك القانون ده يا شباب هتلاقي ان بتساوي اربعة اي على باي سين اومجا تي لما الان بواحد. طيب لو الان بتلاتة هتلاقي اربعة اي على تلاتة باي سين تلاتة اومجا تي لما الان بخمسة اربعة اي على خمسة باي سين خمسة اومجا تي وهكذا وانت ماشي. بالتالي يا شباب نستفيد ايه من القانون اللي قدامنا ده? نستفيد يا شباب ان ديت قدرت ان انا حولها لمجموعة من بتاعتي. طيب. اول حاجة يا شباب بيقول لك لو انت بسطل القانون ده هتلاقي فيه هنا عندك تردد اوميجا تي وعندك هنا تردد تلاتة اوميجا تي وتردد خمسة اوميجا تي. تمام? قال لك ان التردد اللي هو الاميجا تي ده انا بسميه الفندامنتل يعني الموجة الاساسية بتاعتي اللي هي اصلا بتمثلي اكبر نسبة من الموجة الاساسية. فين الموجة الاساسية? الموجة الاساسية اللي هي سكوير ويب. تمام? طيب. طيب. باقي الموجات بقى اللي وراء دي لها التلاتة اوميجا تي والخمسة اوميجا تي والسبعة اوميجا تي والتسعة اوميجا تي. دي حاجة اسمها الهارمونيكس اللي انا اصلا عاوز اتخلص منها. طيب. انا ليه اصلا حللت الموجة باستخدام فورير عشان احصل على القانون بتاعي ده. في اخر الكورس يا شباب هنتطر ان احنا نعمل فلتر معين بحيس انه هو يشلي كل الموجات الهارمونيكس دي ويبقى لي بس الموجة اللي هي الفندامينتال دي اللي هي اصلا بيتمثل لي اكبر نسبة من الموجة. وهي دي اصلا اللي انا هستفيد بيها. اللي هي الموجة الصين اللي انا عاوزها اساسا. تمام? طيب زي ما انتم شايفين هنا كده يا شباب. ادي الموجة بتاعيزنا. اللي هي دي. دي الموجة العادية جدا ايه. تمام? قالك بعد ما فورير حللها لقاها عبارة عن صين ويف اللي هي اللي قدامنا دي. تمام? ومتحمل عليها مجموعة من الهارمونيكس اللي هي قدامك دي. يعني دي يا شباب دي الفندامينتال. دي الموجة الاساسية اللي انا عاوزها. ودي الهارمونيكس التاعتي اللي هي خرجت من آآ التحليلات الرياضية. طيب انا عاوز ايه بقى من اللي قدامي ده? انا عاوز احصل على الساين ويف دي. وفي نفس الوقت اشيل الهارمونيكس اللي عليها دي. تمام? يبقى الاسكوير ويف. فورير لما حللها هتحولت للشكل ده. وبعدين انا من الشكل ده عاوز احصل على الساين ويف وتخلص من الهارمونيكس. ده من الاخر كده ده محور الدراسة بتاعنا او هو ده اللي احنا عاوزين نعمله من خلال الكورس سواء نظري او عامي. طبعا هنا برضو انا عاوز ان تكون الموجة الفندامينتال اكبر ما يمكن ويتكون الهارمونيكس اقل منه. طيب يا شباب دلوقتي الفندامينتال بتاعنا اللي هو الحتة الاولينية دي اللي اربعة اي على باي سين اومجة تT. لو انا قلت مثلا الفندامينتال هسميها فيه اوبت واحد اربعة اي على باي سين اومجة T. وممكن برضو يا شباب في التفسير السايمة انا تلاقي الهارمينتال اسمها في واحد بس مش لازم في اوبت واحد. تمام؟ طيب هنا الماكسيمام بتاع الموجة دي اللي هو كام? اربعة اي على باي. تمام؟ طيب اي طبعا الي هى الصبلاي اللي هو البور صبلاي بتاعي. طيب الار اما يسه شباب هيساوي اربعة اي على باي اقسم الماكسيمم على جزء الاتنين. طيب الموجة بتاعتي دي هى شباب اللي هى طلعت من اول حاجة الهرمونيكس شباب بقولك ان هي هاز ان ان دينومونيتر يعني ايه? يعني دايما شباب الهرمونيكس بيكون مقسومة على الرقم ان في المقام. المقام ايه? اللي هو الواحد. الواحد دي طبعا الخامسةudgeل اللي هي التلاتة خامسة سبعة تسعة وهكذا والأن مسك وانت ماشي. اللي هي التلاتة اللي تحت داي اللي كان بتعمل ل mechanical and 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 والخمسة وnsبعة ووى التسعة وهكذا والآن كل ما الكذي تحت داي يزيد كل ما الاردر اللي تحت داي زيد اللي هو اللي تلاتة او خمسة او سبعة المفروض ان الهرمونيكبت يقل لان المقام دلوقتي بيزيد دي معلومة برضو مهمة جدا هنستخدمها واحنا بنعمل فلتر. يعني الحاجات اللي احنا بنقولها دي لازم تكون حطوطها في دماغك. بحيث واحنا بنعمل فلتر في الاخر نبقى عارفين الفلتر اللي احنا نعمله ده هل هو مسلا اه من ايه بالظبط. طيب. اه بقول لك ان الهارمونيك دي بتمقى مفيدة في حالة واحدة بسي لو انا بعمل حاجة اسمها اندكشن هيتنج زي الانفورتر اللي احنا شاهدناه في اول القبر. وانا بعمل تسخين. كده كده الهارمونيكس بتاعتي اصلا بتخلي اللوت بتاعي يسخن. وانا اصلا بعمل عملية تسخين. فمش تفرق معي. لو الهارمونيكس الموجودة مش هتفرق معي. طيب ازي ما قلنا يا شباب ان الفنضاميلة بتساوي اربعة اي على باي في صين اوميجا تي. الهارمونيكس بتاعتي يا شباب بتساوي اربعة اي على ان باي في صين ان اوميجا تي. طيب تعالوا كده هنشوف هل فعلا القانونين دول هم نفس القانون اللي فوق ده? طيب قدل فانداميتل الكمبونات اللي هي دي. نفس الحتة دي يا شباب. طيب قدل هارمونيكش سابعة. اللي هو اربعة اي على ان باي سان ان عمجة اي. قلنا ان ده بعدد فردي. لو الان بتلاتة هيديني الحتة دي. لو الان بخمسة هيديني الحتة دي. يبقى طبعا لو انا جامعت الاتنين دول على بعض. هيديني نفس القانون اللي فوق. ولكن كده بتاع اعمل ايه? طبعا عندنا قانون من زمان جدا. بقول لك لو انت عاوز تحسب بتاع اه اي موجة بتقول واحد على الفترة كاملة. يعني واحد على اتنين باي. تكامل من زيرو لي اتنين باي. اه اي تربيع او الموجة تربيع دي اومجة تي. طيب. دلوقتي يا شباب الموجة دي يعني النص الموجة هو النص السالب. فانا ممكن اكامل من زيرو باي بس. واضرب في اتنين. طيب فلما اضرب في اتنين برا هيبقى اتنين على اتنين باي. هيديني واحد على باي. ويبقى التكامل من زيرو ليه? من زيرو لي باي. اتمنى تكون الحتة الوسيط دي مفهوم. طيب هنا بيقول لك يا شباب في حاجة اسمها البرفورمانس برامتر. يعني بعد ما تصنع الانفرطر بتاعك. المفروض ان في مجموعة من البرامتر. بتقول لك الانفرطر اللي انت صنعت ده. مناسب او كويس. مسلا مطلع كفاءة كويسة ولا لا. اول حاجة عندنا اسمها الهرمونيك فاكتور. الهرمونيك فاكتور ديت. المفروض يا شباب انه هو بيطلع لي نسبة الهرمونيك. اه نسبة الهرمونيك من مسلا الهرمونيك رقم واحد للفندامينتل. يعني من الاخر كده بيقول لك مسلا اه لو احنا رحنا ليه القانون ده. بيقول لك مسلا دي الهرمونيك رقم واحد اللي هي دي. بيقول لك انا بجيب لك نسبة الهرمونيك الاولانية دي بالنسبة للفنضامينتا اللي اللي عندها. يعني لو الفنضامينتا المسلا تسعين في المية هيقول لك مسلا ان الهارمونيك الاولانية نسبتها آآ مسلا تهيتين في المية. تمام? الهارمونيك التانية مسلا نسبتها عشرة في المية. وهكزا. تمام? يعني بالتالي دلوقتي يا شباب الهارمونيك فاكتور ده بيجيب نسبة الهارمونيك لهارمونيك واحدة بس. بالنسبة للفنضامينتا. يعني ياخد الهارمونيك الاولانية يجيب نسبتها بالنسبة للهرمونيك التانية اللي هي عن خمسة ان بخمسة يجيب نسبتها بالنسبة للهرمونيك اللي يجيب نسبة الهرمونيك عن ان بسبعة بالنسبة للهرمونيك. انا بيقول لك ال V1 هي ال RMS value of the fundamental component. ال VN هي ال RMS value of the NTH هرمونيك كومبونت. تمام? يعني دعالوا كده نرجع لي السلايد اللي فاتت. ال V1 اللي هي ال RMS للهرمونيك للفندامينتال. اللي هي اربعة اي على باي دي الماكسيمة مقسمها على جزر اتنين تدين ال V1 لل ايه للفندامينتال. اربعة اي على تلاتة باي. لو قسمتها على جزر اتنين تديني ال RMS للهرمونيك الاولانية. وهكذا. طيب. هنا طبعا بيقول لك الهرمونيك فاكتور بيتحسب لي only one هرمونيك زي ما احنا قلنا. الهرمونيك فاكتور مست بي مينمم. كل ما بيقل طبعا يبقى قيمة الهرمونيك اللي عندك نسبتها الايالة بالنسبة للفندامينتال وهو ده اللي نعم. طيب تاني حاجة شباب ها عندنا حاجة اسمها التوتال هرمونيك دستورشن. والتوتال هرمونيك دستورشن ده شباب ده بيقيس نسبة التقارب ما بين الموجة الاساسية بتاعتك الموجة اللي هي وما بين الموجة الفندامينتال اللي عندك اللي هي اللي احنا عاوزين نحصل عليها. عشان كده يا شباب بيقول لك ان التوتال هرمونيك دستورشن هو النسبة ما بين آآ مجموع الجهود الار ام اس للهرمونيك على الار ام اس بتاع الفندامينتال. تمام? هنا طبعا في القانون ده هو هو بالزبط هنا كل الحكاية يا شباب جمع الار ام اس عشان كده خد لها الصميشن وخد لها الجزر التربيعي على اساس ان هي قيمتها ار ام اس. تمام? طيب يا شباب. يبقى دلوقت يا شباب هنا القيم الار ام او اتش. احنا قلنا ان الار ام بيبدأ من اول ان بتساوي تلاتة. تمام? يبقى انا دلوقت لو جيت كده عشان احسب الو اتش ديتها شباب. وقلت هي الجزر التربيعي ليه? في او تلاتة تربيع زائد في او خمسة تربيع زائد زائد وهكذا. طيب. تعالوا الاول نشوف انا خدت الجزر التربيعي ليه. احنا يا شباب لما بنيجي نجمع قيم ار ام اس على بعضها. لما بنيجي نجمع قيم ار ام اس على بعضها. المفروض ان احنا لازم ناخد لها جزر التربيعي. ولازم اصلا هي تكون ايه? تكون تربيع. تمام? فانا هجيب الار ام اس بتاع الهارمونيك الاولانية تربيع زائد الار ام اس بتاع الهارمونيك التانية تربيع زائد الار ام اس بتاع الهارمونيك رقم تلاتة تربيع. واجمعهم على بعض. فهحصل على طيب. احنا عندنا الان بتاع الهارمونيك يا شباب. اللي هي الان اللي هي بتاع الصميشن دي. من تلاتة مثلا اللي هو اول هارمونيك لحد ما نهاية. فاكيد انا مش هعود اجمع الهارمونيكس الحد ما لا نهاية. اكيد في حل تاني ان انا ايه? اوجد الهارمونيكس دي كلها. ازاي? اول حاجة شباب احنا عندنا ان لو انا جامعة زائد الهارمونيكس مش المفروض ان هو يديني قيمة الموجة الاساسية. لو انا جامعة الار ام اس لالهارمونيك زائد الار ام اس لالفندامينتل المفروض ان انا احصل على الار ام اس للموجة الكلية. تمام? طيب انا فعلا لو انا قلت ان الهارمونيك بتساوي الموجة الكلية الار ام اس بتاع الموجة الكلية ناقص الار ام اس بتاع الفندامينتل يبقى انا كده اقدر احصل على ال فيو اتش مرة واحدة من غير ما ابتدي اجمع زي ما انا كنت بعمل فوق. تمام? طبعا التربيع اللي انا واخده ده يا شباب ده عشان انا بجمع قيم ار ام اس. طيب اهنا عندنا يا شباب من القانون اللي احنا شفناه بتاع فرير قلنا ان ال فيو واحد او ال فيو واحد بتساوي اربعة اي على باي جازر اتنين اللي هو الار ام اس التاع الفندامينتل. ودي قيمة انا اقدر احسبها بسهولة. تمام? طيب بعد كده شباب لما جينا حسبنا ال في او او التوتل اوبت ار ام اس للموجة بتاعتنا طلع بكم? طلع باي? اللي هو القانون اللي احنا عملناه في اللي اللي فاتت او اللي قبل اللي فات. لو انا طرحت القيمتين دول من بعد يا شباب. طرحت ال اي ناقص اربعة اي على باي جازر اتنين. المفروض يا شباب ان انا هحصل على قيمة ال فيو اتش بتاعتي. يبقى لو انا طرحت دي ناقص دي احصل على قيمة ال فيو اتش من غير ما ابتدي ان انا جمع الهرمونيكس كلها كده. طيب تالت برامتر يا شباب ببتدي ان انا احكم بيها على بتاعي كويس ولا لا? اللي هو ده بقول لك ايه بقى? بقول لك ان اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ده كان بيحسب يعني بيحسب لك الهرمونيك للموجه كلها مرة واحدة. ولكن في ال هنا انا بوضح اللي بتاع كل هرمونيكس. يعني بوضح اه الهرمونيكس اللي في كل موجه نسبتها قد ايه? هقول لها بصيغة افضل التود الهارمونيك ديستورشن اللي احنا خبناه من شوية ده يا شباب ده بيقول لك الهارمونيك للموجة كلها على بعضها دي ولكن الديستورشن فاكتور بيوضح لك الليفل بتاع كل هارمونيك على حدة تمام? والديستورشن فاكتور يا شباب بيوضح لك كمية الهارمونيك ديستورشن اللي بتحصل على موجة لو انا دخلتها على ساكند اوردر فلتر كلام ده طبعا كلام جنرال جدا هنعرفه بعد كده بالتفصيل انا عاوزكوا بس تكونوا عارفين المعلومتين اللي هم نظريتين ده بقول لك طبعا برضو ان الديستورشن فاكتور ده بيقدر انه يقسلي مدى الفاعلية في تقليل الهارمونيك الغير مرقوبة من غير ما اروح اضطر ان انا اعمل تصميم لساكند اوردر فلتر او اصمم الكمبوننت بتاعته اللي هي سواء مقامة او مكسف او غير او ملافة طيب القانون بتاع دستورشن فاكتور يا شباب هو نفس القانون بالزبط بتاع التوتال هارمونيك دستورشن ولكن هنا بيقسم على ان تربيع ليه بقى بيقسم على ان تربيع لانه هنا بيستخدم ساكند اوردر فلتر فعشان كده بيرسم كل موجة على ان تربيع تمام يعني انا هيجيب مثلا ال في او تلاتة اللي هي الهارمونيك رقم واحد يقسمها على الايه على تلاتة تربيع زائد الفي او خمسة على خمسة تربيع زائد واحد كزا يجمع كل الهارمونيكس دي على بعضها وياخد لها الجزر وبعد كده يقسمها على الفاندامينتل ليحصل على الديستورشن فاكتور بداية طيب في حاجة تانية اسمها اللوست اوردر هارمونيك اللوست اوردر هارمونيك دي يا شباب آآ بيعمل هو اقرب هارمونيك للفاندامينتل اللي هو الهارمونيك اللي بعد الفاندامينتل على طول اللي هو من الاخر كده عند ان بتساوي كام؟ عند ان بتساوي ثلاثة. تمام؟ التلاتة في المية دي شباب هي ثلاثة في المية او ثلاثة وثلاثة في المية دي مكتوب غالب. شكرا